اشتركوا في القناة 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 جيد ممتاز كما في الصورة الان اسفل اله اشتركوا في القناة 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 ممكن نجي انه فونت سايز خمسة وعشرين بي اكس كونترول اس نمتاز ممكن انه يكون عشرين اجمل اذا لاحظ ان الخط هو على طول الموقع اما هنا فالخط هو فقط بالعرض الخاص بالموقع العرض الفعلي وليس على عرض الشاشة راح يكون عرض الموقع اللي هو 1200 فراح نجي هنا بالكود بالبداية راح نضيف هنا الـ .about راح نضيف width 1200 1200 pixel طيب شن يعني 1200 اذا لاحظ انه هذا هنا العرض هذا هو عرض الشاشة اما الموقع هو هذا عرضه اللي هو عرض الموقع اللي هو 1200 pixel فنشوف العمل اذا لاحظ انه اصبح عندنا هنا هذا عرض الموقع اللي هو 1200 طيب ولكن انه الموقع اللي هو المحاذات الى اليمين وليس في المنتصف يعني اذا لاحظ اهنانا عندنا الموقع في المنتصف اهنانا الموقع صاير بالمنتصف اهنانا موقعنا باليمين طيب كيف نجعل الموقع بالمنتصف عدنا فشي اسمه center طيب هذا center ممكن نضيفه وهي بداية كل div حتى يضطينا center الى ال div يعني نجي هنا بالبداية نكتب center c e ctrl s طيب اذا لاحظ انه div اصبح في center في المنتصف طبعا ها شي بشكل مواقق ان شاء الله لما نتعلم bootstrap راح يكون عدنا طبعا عدنا فشي اسمه container والكونتينر هو اللي يضيف لنا هالخاصية اللي هي center طيب فمبدئيا احنا نضيف center مبدئيا احنا نضيف center قبل ال div و center slash بعد ال div center هو وسم زوجي فبالتالي رح يتوسط عندنا ال div طيب ممكن نخلي العرض الف ممكن الف و ميتين هواي ممكن نخلي الف نضغط ctrl s ممتاز ال الف كلش ممتاز و جميل طيب كمنا هذا الجزء نجي نضيف هذا الجزء طيب ممكن هنا الخدمات اللي يقدموها الشركة على شكل تعريف ممكن احنا نجي نضيف احنا نضيف دف اخر ممكن هذا ينزل الى الاسفل و احنا ممكن نضيف space طبعا نضيف div هذا div ممكن نضيف class اي اسم رح نسميه مثلا article مثلا و نضغط على top ممتاز اذا نلاحظ انه هذا div بكلاس اسمه article رح نضيف بي ثلاثة div لان هنا نعدنه ثلاثة قطع هذه القطع رح يكون هنا نعدنه اول شي div اسمه div و رح احطي class dot رح نسميه مثلا art و نضغط على top ممتاز طبعا هنا ممكن نحذف هذا div تكرر عدنا طبعا عدنا تكرر هذا div ممكن نحذفه و ننزل بي الاسفل طيب بداخل div الارت عدنا ثلاثة قطع اول قطع اللي هو هذا الجزء ثاني قطع اللي هو هذا الجزء و ثالث قطع اللي هو هذا الجزء فنجي الى الصورة اول مرة نضيف img top و طبعا عدنا p paragraph و اخير شي عدنا a اللي هي الانكر ممتاز طيب رح نجي نضيف الصور هذاني الصور ثلاثة طبعا نجي الى اول صورة اللي هي راح تكون طبعا في ملف الامج طبعا اهنان عدنا اذنى الصورة ثلاثة و احدة اثنين ثلاثة و رح نبدي باول صورة اللي هي اسمها surf.bng طبعا ممكن نضغط عليها double click على اسم ممكن نضغط click اهنان ctrl a ctrl c ولا هننسى الامتداد طبعا لا ننسى بالبداية نضيف و سلاش و من ثم surf one طيب اهنان عدنا اللي هي الparagraph طبعا رح نكتب برمجة اهنان ممكن بالنص نكتب التفاصيل ctrl s اذا لاحظ اهنان عدنا صورة و عدنا هذا النص و عدنا التفاصيل ممكن اهنانا بالبداية نضيف h2 او h3 طبعا نغير انجليزي و نكتب h3 top و نجيب كلمة التفاصيل نضيفها بنص h3 ctrl s و رح لاحظ اصبح عدنا ممتاز اذا لاحظ انه هذا الشكل هو نفس هذا الشكل فممكن ناخذ الخصائص الخاصة بالشكل الاعلى طبعا نجي اهنانا بالبداية بالسلايدر عدنا فتشي اسمه سلايدر h2 طبعا هذه الخصائص ممكن ناخذها و نضيفها الى الخصائص الخاصة بهذه الاي ولكن هنا h3 طبعا بالبداية لازم نكتب article dot h3 نصعد هنا بالاعلى نكتب article و من ثم h3 نفتح القوس و نضيف هذه الخصائص نجي نضغط refresh طيب لا بد انه ننتبه اذا لاحظ انه هنا عندنا h3 موجودة ضمن div اللي هو اسمه art فالأب المباشر للh3 هو div اللي هو اسمه art فنجي هنا art راح يكون .art هو div المباشر الh3 اذا لاحظ هنا نرفرش راح نلاحظ انه راح صير عندنا هذه التغيرات ممتاز طيب هس نجي هنا بالاعلى نعمل على art نكتب مثلا dot art و راح نضيف ل بعض التنسيقات نكتب مثلا with راح يكون 300 pixel border راح يكون مثلا one pixel او مثلا two pixel solid مثلا hashtag cc control s وطبعا refresh مثل ما تلاحظ ممتاز طبعا هنانا ادنا 120 ctrl s 2 pixel لازم ممتاز نجي الى الصورة طبعا نجي هنا جو dot art مثل ما تعلمنا ب احدى المحاضرات السابقة img راح نضيف لها width راح نخلي 300 pixel ctrl s راح نلاحظ انه العمل ممتاز جدا لكن فقط احنا نريد التفاصيل تكون بداخل ال div طيب حتى نخلي التفاصيل تكون بداخل ال div لابد انه نلغي الفلاوت من ال h3 لان الفلاوت هي سبب المشكلة فنضغط على ctrl s ونجي refresh اذا نلاحظ احنا انه التفاصيل اصبحت بداخل div ممتاز طيب ممكن انه هذا ال div اللي هو ال art ممكن نستنسخه وا احنا هنا مثلا نخلي serve to ممتاز اذا لا هبعدنا اصبح هذا div وهذا div وهذا div فمثل ما نوهنا حتى هذني ثلاثة اجزاء يكون بنفس الصف لابد انه نعمل ال div الرئيسي اللي هو ال art يعني هنانا عدنا ال art هذا لابد انه نضيف ل flout flout راح يكون write ctrl s اذا لاحظ انه راح يصير لابد بنفس المكان اذا لاحظ هنانا انه عدنا اكو مسافة بين div و div و عدنا border للصورة بهذا اللون طيب فنجي هنانا نجي ال div ممكن نضيف ل margin div اللي هو art margin ممكن يكون 10 bx طبعا ممكن الدف كله يكون بي border وممكن ال border يكون فقط للصورة احنانا عدنا ال border فقط الى الصورة طيب فممكن انه نحول border هذا من div ونضيف الى ال image فقط اللون يكون هذا اللي هو اللون ctrl 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 اذا لاحظ انه اصبح البوردر فقط ل ال div طبعا انا اشوف انه جميل انه يكون عندنا اطار 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 الى الصورة واطار الى ال art يعني الى الدف الرئيسي احنانا يكون عندنا مثلا f1 f1 اللي هو رصاصي فاتح ممتاز هذا طبعا ممكن فاتح كلش ممكن يكون 3c ctrl s يكون اجمل جيد طبعا اكملنا هذا الجزء اللي هو خاص بحول المؤسسة نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى